ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أجواء ملبدة بالسلبية أجواء ملبدة بالسباب أجواء ملبدة بالكفر أجواء ملبدة بالزنا أجواء ملبدة بالخطيئة أجواء ملبدة بأمور كثيرة عم بتخلي هذه الأرض الجيدة اللي عندك غير قادر يعني بتعرف مشكل شي بتزرع وين مكان بيطلع واليوم سؤالي لألك إذا أنت بدك تبلش تشوف حياتك فيها إسمار إذا بدك تبلش تشوف حياتك فيها نهضة حقيقة بلش غير الأجواء وكيف أنا وياك من بلش نغير الأجواء تذكر بأنه الأجواء بتتغير النهار اللي أنا ببلش قبل معمودية تروح لدوس والتكلم بألسني طبعا لكن لما أنا قبلتها رح بلش عيشها رح بلش أعلنها رح بلش أحكيها يوم بعد يوم بحياتي لما أنا وياك نبقى فاهمين بأن وجودنا في هذا العالم ووجودنا في هذه الأرض هو نور وملح ورائحة يسوع الطيبة عندها في وسط الظلمة رح نبالش نحكي نور بوسط الضعف رح نبالش نحكي قوة نبالش نغير هذه الأجواء أقله وما عندك شي حلو تحكيه صلي بالروح خلي الروح يحكي إشي حلو نهار اللي الرب يملك بروح القدس من أجل أنك تتفق معه ومش من أجل أنك تتفق عليه نهار اللي الرب يملك بروح القدس مش حتى توقع على الأرض وترجف تضحك قلتلك أنا صارت ماء هيك لكن من أجل أن نغير ذكرتك من أجل أن نغير قلبك ومن أجل أن نغير لسينك لأنه نهار اللي بيملك الرب بروح القدس ما بيكون عم بفكر فيك بيكون عم بفكر بالعالم نهار اللي الرب يملك بروح القدس وعم نحكي نحن بهذا الوقت عم نحكي عن الامتلاء عم نحكي عن اللمسة عم نحكي عن روح الرابع عم نحكي عن الإسمار ونبلش أنه نحكي فتحت إمك أحكي السجون بتفتح فتحت إمك أحكي أنبياء البعل بنهزمه فتحت إمك وصلي جبال تتزهزح فتحت إمك وعلون على ظروف بيتك شو ظروف بيتك اليوم إختك؟ صعبة؟ هل تحيي هذه العظام؟ أقول لك صعب على الرب أنه يلمس ابنك، بنتك، أختك، أختك، خيك، جوزك، مرتك؟ هل تحيي هذه العظام؟ تنبأ على هذه العظام بالحياة يا أبن آدم وقل لهذه العظام قوم به وتعالى يا روح حب في هذه العظام قال وقاته روح وهب في هذه العظام لكن بعد ما أن تكلم حسقيان رب ناترك أنك تعلم الإيمان هو ليس فقط في القلب لكن في الأعلان بالفم